صده كان صد كونكريتي مقووز ارتفاع الصد 116 متر وطول الصد 360 متر وأرز الصد 54 متر من التحد وبعدين 6 دمتار أرز الصد أدنى 6 دمتار ومن يمتل يكون 7 مليارات متر مكاب أدنى ويكون مساحة البحيرة 270 كيلو متر من ربع عند امتلاء الصد امتلأ تقريبا 5 إلى 6 مرات امتلأ وفي مرتين صارت المسيل القمعي اشتغلت في 2019 و1988 بس بالسنوات الأخرى يعني حوالي 4 سنوات مثلا 2003 و1998 و1974 و1969 قريبا من الامتلاء الصد ولكن بالسنتين ب1988 و2019 تم تشغيل اشتغلت المسيل القمعي لإمرار المياه الزائدة بها مع الأسف من يعني تقريبا حوالي يعني منتقرت جد من الكلية واشتغلت بالسد من 1996 يعني موجود بسد دوكان ب1999 صارت تغيير المناخي مؤثرة على السد دوكان وعلى عموم الدول المنطقة نعتقد بس بسد دوكان تأثرت من 1999 حيث توالت 3 سنوات 1999 و2000 وسنة 2001 تكررت 3 سنوات الجافة حيث ما وصلنا إرادات جيدة يعني تقريبا نقدر نقول يعني 40% أو 30% وصلنا إلى البحيرة وبعدين تكررت ب2008 و2009 وبعدها صارت ب2021 و2022 يعني حوالي 7 سنوات من خلال 25 سنة المازية 7 سنوات سنوات نعتبرها نحن سنوات جافة اشتركوا في القناة